مفادة التلفزيون المصري إيمان منصور أجرت لقاء مع رئيس وزراء النرويج جوناس ستورتي على هامش فعليات القمة قمة المناخ كوب 27 إذا مشاهدين حضور دولي على نطاق واسع في قمة كاب 27 هنا في شون مشيخ معنا الآن رئيس وزراء النرويج برايم منستر ستور معالي رئيس وزراء النرويج ستور نرحب بك في التلفزيون المصري ودعنا نتحدث عن مشاركتكم في كوب 27 حسنا إنه مصدر سعادة لأن يكون هنا في هذا المؤتمر جيد الإعداد ومن المهم أن يكون هناك دائما تواصلا حول التغير المناخي وأن يكون هناك المزيد من الدعم الذي يقدم لكل الدول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وهي التغير المناخي لماذا يكون من المهم أن نشرك كل الأقاليم والمدن في مكافحة التغير المناخي؟ يجب أن نشرك كل المجتمعات لأن هناك تحدي كبير وبصفة خاصة في المدن الكبيرة هناك تغيرات وتحديات في وسط القائرة وفي وسط المدن الكبرى وهناك تحديات متعلقة بالكهرباء وبالوقود وبالتلوث وخطورته ما هي المتطلبات التي يجب أن يتم النظر إليها من خلال المفاوضات على طاولة المفاوضات؟ الدول يجب أن تلتزموا بتعاهداتها هذا أمر مهم يجب أن يكون هناك طموحات وأن يكون هناك آمال وهناك الكثير من الموضعات التي سيتم التعامل معها هناك الكثير من المشروعات الطاقة التي يجب تبنيها مثلما يحدث في مصر أنتم كنتم بتبني مشروعات للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وكذلك إنتاج الهيدروجين الأغدر هذا ما يجب التحدث عنه وهذا أمر مشجعا كثيرا بالنسبة لك ما هي الأمثلة الجيدة الخاصة بمشروعات التكيف والمناخي التي يجب تبنيها على المدى الطويل والتحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية المياه الجيدة والإدارة موارد المياه وهناك أيضا قضية الكهرباء هناك الكثيرين الذين لاستطيعون الحصول على الكهرباء هذا يجب أن يتم إمدادهم بالكهرباء من خلال مصادر متجددة كيف يمكن للتمويل الخاص بالمناخي أن يكون مناسبا لحاجات المجتمعات المحلية هذا ما يجب أن نناقش هنا هذا يتطلب مشروعات جيدة ومشروعات قابلة للتنفيذ وأيضا يجب أن تلتزم الدول الكورى بتعهداتها رئيس وزراء النويغ سيد ستوري شكرا جديلا على وقتكم